عذرا على الحوسة من خلف الكواليس طبعا موضوع القهوة فيه أساس اللي هو الشوء الاسم اسمها قهوة فهذه حبة البن هي الأساس معها ماء البن تقريبا بيشكل 30% من كوبك ولكن 70% من الكوب بتكون من الماء فأحرص على الماء الجيد اتفقنا على حبة بن وماء جيد وش يجي بعدها يجي بعدها الطحونة الطحونة شي مهم وأساسي بالنسبة لي وانا مقتنع فيه ابتناع تام وما تصدقونه شلون تعطي فرق وتغير بالطعم سويت عدة تجارب على أنواع مختلفة من الطواحين ما أبي أعارضها عشان ما تنقدون علي بحيث اني أثبت كل المعايير لكن أغير الطحونة يعني عندي نفس البن ونفس الوزن ونفس الأداة ونفس الماء ونفس درجة حرارة الماء ونفس التكنيك لكن كل كوب يفرق عن الثاني كل كوب فعلا يفرق عن الثاني ليش؟ لأن الطحونة تفرق اللي أبي وصله لك أن الطحونة زينة مهي بخسارة والطحونة يعني ما أبالغ إذا قلت أنها تعادل أهمية القهوة عاد نجي لباقي الأشياء باقي الأشياء هي أدوات في منها رخيص وفي منها غالي أنا ما أقول لك أنه ما في فرقات بينها لا فيه ولكن فرقات لا تذكر ما بين شركة مصنعة وشركة مصنعة لكن إذا عندي قمع في سيكستي نفس هذا ونفس الآلية يعني الفرق بين هذا هذا الرخيص والغالي يعني ترى لا يذكر يمكن ما أحد يميزه أو إذا تميزه فهو تمييز نفسي طيب عندي بون وعندي ماء جيد وعندي طاحونة جيدة وشلان أختار الأداة الأداة أختار ما يرتاح له بالك أو أنت ما تحب هذا الكيميكس هذا الكاليتاء هذا الفيزيكستي وكل واحدة منهن لها عدة شركات قادرة تنتجها بأشكال مختلفة بألوان بأصناف وأنت ومزاجك هذه الأشهر طبعا في باقي أدوات ثانية طبعا كل واحدة بينها وبين الثانية فرق ولكن الأشهر اللي أنا أشوفه الفيزيكستي بعدين الكاليتاء بعدين الكيميكس عفوا بعدين الكاليتاء الفرقات بينها فرقات يعني في فرق ولكنه مهب كبير وعالي الأشهر منها الفيزيكستي في كل المقاهي تقريبا وكل المستخدمين القهوة تركيزهم الأغلب على الفيزيكستي طيب نجي للموضوع التحضير وش رايكم نحضر سوا خطوة بخطوة تقريبا يعني الفيزيكستي الكاليتاء الكيميكس كلها نفس التكنيك الاختلاف اللهم في درجات الطحن ومستويات الطحن بس طيب شوفوا معي حطيت 20 جرام أستخدم معادلة كل جرام قهوة يقابله 15 ملي من الماء أو 16 على نوع القهوة هذي أو 14 إذا طبعا أنت اللي تبي ذوقك ذوقك تبي تثقل القهوة تبي تخففها اللي تبي كل جرام قهوة كم يعادلوا ماء المتوسط 15 تبي تخففها أو لاحظ فيها شي غير مستساغ خففها مثلا تقول واحد على 16 واحد على 17 واحد على 14 تبي تثقلها وهكذا إذا قلنا واحد على 16 20 في 16 يبي سوي كم 320 ملي يعني أنا بس تخلص 320 ملي أول شي خلونا نطحن كثير سؤال يجيني عن هالبخاخ والسلفته هذا عبار عن ماء ما يصلح مع كل الطواحين لكن يصلح مع الطواحين السنقل دوز مثل هذه بحيث أني الجرعة اللي حطيتها هنا كلها كاملة تنزل ما يكون في شحنات كهربائية ولا أي التصاق طاحنه جاهز حطيت القومع والفلتر رطب الفلتر أو غسل الفلتر هذا يسمى غسيل الفلتر غسيل الفلتر يسخن يسخن السافر تحت ينظف لو في شوائب الفلتر عني أحب بالغ بغسيل الفلتر أحط قهوتي مثل ما تشوفون أنا أميل للمرارة فهم نعم الطحنة الحين الماء جاهز وحار على الدرجة اللي أنا أبيها ما راح أتكلم لك عن الطحنات وتأثيرها نخلي موضوع ثاني بعدين لكن الطريقة كده حطيت عشرين جرام هالحين وشغل سوي الصب الأولى دبل الكمية يعني أبصب أربعين بسم الله تعدين شوي وأنتظر شغل الوقت وأنتظر ثلاثين ثانية شغل وقت ماي الحين ثلاثين ثانية أبصب ووصل إلى مية وعشرين الصبات من الضروري أنك تقسمها إلى أربع صبات الصب الأولى مش تبتكون تبتكون دبل الكمية يعني حطيت عشرين تصب أربعين حطيت ثلاثين تصب ستين وهكذا باقي الصبات تقسمها إلى أربع صبات أكمل الصب إلى ميتين شوفوا الوقت خلي عينك على الوقت وأنتظر المقياس هنا مو بلازم زمن لكن ظهور سطح القهوة ظهر السطح الآن أكمل صب وأنتظر لنا ظهر السطح ظهر السطح بكمل صب إلى ثلاثمائة وعشرين بكمل صب إلى ثلاثمائة وعشرين الحين حذرا قطعة السنابات مدري وصار المهونة نقسمنا إلى أربع صبات وهذا الزمن دقيقتين ونص والوزن هنا أو الحجم أو الكمية ثلاثمائة وعشرين